موسيقى الاقتصادية المفصلة من الميادين السلام عليكم الابرز عنوينها موسيقى بريطانيا تسبق العربة الى مقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية موسيقى 16 مليار دولار قيمة نفط السناء الذي سرقته اسرائيل موسيقى ربع الاوروبيين مهددون بالفقر والتهميش الاجتماعي موسيقى موسيقى اهلا بكم بريطانيا وعدد من الدول الاوروبية تشهد حملات متنامية تدعو الى مقاطعة اسرائيل ومعاقبتها بمشاركة مؤسسات اكاديمية وثقافية ورياضية وفنانين وكتاب في اطار حملة منظمة ومستمرة منذ سنوات تهدف الى تحقيق مقاطعة شاملة لاسرائيل ومنتجتها موسى سرور تابع نشاط حملات المقاطعة واعدت تقرير التالي من لندن موسيقى تكللت جهود حملات مقاطعة البضائع الاسرائيلية بنجاح بعد قرار الحكومة البريطانية تصنيف منتجات المستوطنات الاسرائيلية بغير الشرعية الا ان ذلك لم ينهي معركة المقاطعة حيث تتواصل عملية تعقب الشركات الاسرائيلية والبريطانية المتواطئة مع اسرائيل في احتلالها الاراضي الفلسطينية نستهدف في الاقتلحالي بعض الشركات الزراعية مثل ما هايدرين اكبر مصدر اسرائيلي للفواكه والمواد الزراعية من مستوطنات وادي الاردن الى اوروبا كذلك تعاونيات التي لم تحضر حتى الان المستوردات من المستوطنات كذلك الشركات المتواطئة مع اسرائيل في الاحتلال مثل جي فور اس وغيرها من الشركات واشارت الدراسات الى وجود اكثر من 68 شركة بريطانية لا تزال تستثمر في الاراضي الفلسطينية المحتلة وهناك حوالي 27 شركة اسرائيلية تصدر الفواكه والخضر من المستوطنات الى المملكة المتحدة فضلا عن الشركات الامنية كشركة جي فور اس التي زودت السجن عوفر الاسرائيلي بمعدات بينها نظام دفاع ومركز للقيادة والسيطرة وقدمت نظم امن لمركز الجلم الاسرائيلي للتحقيق على الحكومة البريطانية ان تضغط على الاتحاد الاوروبي لوقف اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل الذي من خلاله يدخل حوالي 60% من البضاعة الاسرائيلية الى اوروبا يجب ان نحارف في اوروبا حتى يتم تعليق هذه الاتفاقية ولا نأخذ اي من البضاعة الاسرائيلية حتى تنسحب من اراضي الفلسطينية لعام 67 انا اؤيد مقاطعة البضايع الاسرائيلية فقد كانت فاعلة جدا في جنوب افريقيا في السنوات الماضية والشركات الاسرائيلية تدرك انه غير مرحب بها في بريطانيا وبرغم دعوات المقاطعة لم تتأثر حركة التجارة المتبادلة بين بريطانيا واسرائيل التي قدرت باكثر من خمسة مليارات دولار سنويا كما يوجد اكثر من ثلاثمائة شركة اسرائيلية في بريطانيا هذه واحدة من التعاونيات التي تقاطع البضائع المستوردة من المستوطنات الاسرائيلية بعد ان فرضت الحكومة البريطانية سياسة تصنيف على البضائع المستوردة من اسرائيل لكن هل يؤثر ذلك على متانة وقوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين مسسر لندن الميادين من مقطعة المنتجات الاسرائيلية الى سرقات اسرائيل الموصوفة ستة عشر مليار دولار هي قيمة النفط الذي سرقته اسرائيل من سيناء اثناء احتلالها لها سرقة لن تمر من دون تعوضات تطالب بها بلاد النيل طوال تاريخها لم تقم اسرائيل بعدوان او بعمليات احتلال الا وكانت خلفية ذلك اطماعا في الارض او المياه والان بالبترول بعد اعوام 1967 و1975 عقب العدوان الاسرائيلي على مصر كانت منابع سيناء البترولية تجفف اسرائيليا وتسحب الى داخل الكيان عملية سرقة موصوفة وموثقة ومؤرخة بحسب خبير اتفاقيات البترول الدولية عصام طه سرقة ناهزت 280 مليون برميل من الحقول المصرية في ابورديس بلاعيم سيدرا فيران رأس الحكمة وغيرها بعد ان قامت اسرائيل بزيادة الانتاج اليومي الى 120 الف برميل عام 75 كانت اسرائيل تؤمن 65% من احتياجاتها من هذه الحقول بعدما بلغ متوسط الانتاج نحو 92 الف برميل يوميا كل ذلك ادى الى خسائر مصرية قدرت بنحو 16 مليار دولار وفق متوسط اسعار النفط خلال العام 75 وبحسب خبراء قانونيين فانه يحق لمصر مطالبة اسرائيل بتعويضات ضخمة عن فترة سرقتها لحقول البترول المصرية في سيناء وتستند مصر على حق قانوني يسمح لها بنيل التعويضات سواء في القانون الدولي او المعاهدات الدولية او قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة اهم هذه القرارات القرار 3175 الذي يعطي الحق للدول العربية والشعوب الواقعة اراضيها تحت الاحتلال الاجنبي في السيادة الدائمة على جميع مواردها الطبيعية زيادة الاعتماد على المصادر المتجددة للطاقة هدف السلطات القطرية ولهذه الغاية طلبت من الشركات العالمية تقديم عروض لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1800 ميجاوات تصل كلفتها الى 20 مليار دولار وتنتج قطر حاليا 7000 ميجاوات من الكهرباء وبعد انجاز هذا المشروع سترتفع حصة الطاقة المتجددة 16% من الطاقة المستخدمة لتوليد الكهرباء في قطر يذكر ان لدى قطر اعلى نصيب للفرد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم نبقى في قطر حيث انتقدت الحكومة الدول العربية لغياب موقف موحد خلال محادثات الأمم المتحدة بخصوص المناخ في الدوحة ودعت الزعماء الى العمل من اجل تشكيل مجموعة عربية في مؤتمرات التغير المناخي العرب كمجموعة ليس موجودين الدول العربية لم تبذل جهدا كافيا خلال المحادثات لغياب موقف موحد متفق عليه لا ارى الان مجموعة عربية حاولت حتى الان انشجعهم لتوحيد الموقف لكن انقسام الدول العربية يحول دون تحقيق تقدم بخصوص قضية المناخ ارتفعت اسعار العقارات في الصين بشكل طفيف لتصل الى 1400 دولار للمتر الواحد وذلك في مسار تصعودي للاسعار خلال ستة اشهر وقد يثير ارتفاع اسعار المنازل مخاوف المسؤولين من تضخم اسعار العقارات ويدفع الى حملة جديدة لتهديئتها ويعود ارتفاع اسعار المنازل الى سلسلة من الاجراءات التي اخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد من القطاع العقاري الصيني الى القطاع الصناعي الذي شهد نموا خلال 22 نوفمبر بعدما ارتفعت معظم المؤشرات الى اعلى مستوى لها خلال سبعة اشهر الاقتصاد الصناعي في الصين شهد طباطعا خلال الاشهر الاخيرة لكن جهودا حكومية لدعم الاستهلاك والتصدير بدأت تؤتي ثمارها وشهد الربع الثاني من السنة الحالية تحسنا بسبب الاستثمارات الحكومية في مختلف القطاعات الى القطاع الصناعي البريطاني حيث اعلن اصحاب المصانع عن ركود في الانتاج خلال الربع الماضي من العام الجاري وهي اضعف قراءة منذ اواخر عام 2009 عندما كانت البلاد تنتعش من اعمق ركود لها منذ اكثر من خمسين عاما واظهر استطلاع اجراء اتحاد الشركات الهندسية البريطانية ان الطلب داخل بريطانيا ما زال ضعيفا فيما ادت ازمة الديون المطول في منطقة اليورو لاول هبوط في طليبيات التصدير منذ نهاية 2009 طالبت لجنة من اعضاء البرلمان البريطانية الحكومة باتخاذ اجراءات ضد شركات المتعددة الجنسيات التي تحقق مبيعات كبيرة في بريطانيا ولكنها لا تدفع ضرائب تذكر وقالت لجنة المحاسبة العامة انه يجب على الحكومة وضع قواعدة تحد من التحويلات بين الشركات والتي تخفض فواتير ضرائب الشركات وان تحث على مزيد من الشفافية في ابلاغ الشركات بشأن الضرائب والعمل مع دول اخرى للحد من تحويل الارباح عبر الحدود ربع سكان الاتحاد الاوروبي كانوا مهددين بالفقر العام الماضي بعدما لمس خطر انخفاض المدخول دون الحد الادنى للأجور 120 مليون شخص ووصلت نسبة المهددين بالفقر في بلغاريا الى 49% وفي رومانيا ولدفيا الى 40% اما اليونان الذي يعاني من ازمة مالية فقد طالت تهديد 31% من السكان اما النسب الاقل فكانت في تشيكيا السويد هولندا والنمسا اوراق الشاي مورد رزق لألاف العائلات في ولاية البنجال الغربية التابعة للهند التي توفر نحو نصف الانتاج الاجمالي المحلي للبلاد لكن المزارعين العاملين في حقول الشاي ومعظمهم من النساء يعانون من ظروف عمل سيئة وفقر مطقع لا يلحظه الملايين ممن يداومون على شرب الشاي تقرير يلقي الضوء احتساء الشاي في المقاهي هواية ومتعة بالنسبة للكثيرين هؤلاء الرجال يتنذذون بالشاي الساخن لكنهم يجهلون حجم المعاناة التي يعيشها المزارعون لانضاج هذه النبتة في ولاية البنجال الغربية تعمل معظم النساء في حقول الشاي الأخضر مقابل دولارين فقط ليوم العمل تضطر كل واحدة منهن إلى ترك صغارها طوال النهار ولأن الحاجة أم الاختراع تم استحداث خيام حضانة للأطفال نصل إلى هنا عند الثامنة صباحا ونضع أبنائنا هنا لتهتم بهم إحدى الأمهات لا يمكننا إطعامهم والاهتمام بهم إذا لم نعمل برغم أننا نتألم كثيرا للانفصال عنهم وعدم منحهم الاهتمام الكافي هذه هي حالنا نحن الفقراء لا تجد نساء فرصة للعمل إلا في الزراعة فعصب الاقتصاد في ولاية البنجال الغربية التابعة للهند قائم على زراعة الشاي الذي يعتمد على تقليد قطف الأوراق وانتقائها يدويا وتنتج الهند نحو 980 مليون كيلوغرام من الشاي أما ولاية البنجال الغربية فتنتج نحو 230 مليون كيلوغرام ما يدر الكثير من الأرباح على الدولة لكن المشكلة أن المزارعين لا يشعرون أبدا بهذا المردود الكبير ما دفع قسما كبيرا منهم إلى مغادرة البلاد بحثا عن عمل أفضل لعل هذا ما أدى إلى تراجع صادرات الهند من الشاي بنسبة 12% خلال السنوات الخمس الماضية الميدين دوت نت لمزيد من المتابعة شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر